بحس ان كهربا لو هو حس ان هو مواجم الاهلي الوحيد هيتقلق ويكسر الدنيا عادة يقولك لو اللعب مفيش حد بيدبضي وراه بيقدم مستوى مش كويس كهربا لو بيلعب لوحده هيشتغل كويس جدا في حد هو اللي بيلعب وبيقدم شكل كويس اللي هو سامة أبو علي ينزل كهربا ما بيعافش يمسك في الفرصة نهاردة حسيت ان كهربا هكلمك بصراحة يعني وكأنه ملعبش كورة أصلا قبلك رغم ان هو انا وانت وجيمي عارفين ان هو امكانياته عظيمة وكبيرة كهربا فوقت من الوقت كان احسن لعيب في الدول السعودي يعني كهربا لعيب جامد سلفت كان لعيب لعيب لدي الاهلي الدول التاني هو الشغل العامل في افريقيا جون هلال السوداني كهربا لعيب جامد مش هنقاين كهربا ولكن في لعيبة ممكن بسبب الضغطات أو بسبب ان البرواز أو السكسي ما بقاش معايا أو بسبب ان انا عندي منافسة في الحتة بتاعتي ممكن يكون هبت نفسيا شوية انا اللي عاوز اقوله ان كهربا محتاج يقرص على نفسه اكتر من كده في الوقت اللي هو بيشارك فيه انا متفاهم جدا ان هو ممكن يكون بيمر بحالة احباط من تصريحات الرجل نور رقم 3 لما مودست كان موجود ومتفاهم ان وسامة ابو علي راكب بس هو لازم يفهم حاجة كهربا ان انت دلوقتي لعيب في النادي الاهلي واللعب في الاهلي مش سهل اللعب عمره مكان في النادي الاهلي سهل اللي انت عندك منافسة كبيرة جدا وعندك لعيبة جمدة كتيرة جدا فكهربا كل اللي هو مطالب به ان انت لما تجيلك فرصة تثبت ان انا موجود لقطات النهاردة اللي هنستعرضها دلوقتي هنشوف ان الكهربا يا كريم بعيد كل البعد بعيد ذهنيا بعيد بدنيا جريته الموبيلتي المرونة يعني تعالى نتفرج على مثلا انه هو لما استرقى تلقى 6 او 7 مرات خسر الكرة منه 4 مرات الكرة دي كهربا بص هو بيستلم واضح ان الكهربا مش فت منقول بس الكرة دي صعبة نشوف الكرة اللي بعدها هنا كهربا اشتغل زي ما الكتاب بيقول واللعب على التوقع في الكرة اللي جاية دي وعارف ان الراجل هيغلط عجبني جدا ان هو قطع بس بص اول ما يطع كرة لفت وسطه فيه الموبيلتي عند كهربا المرونة التويست بتاع العيب الكرة دايما في الناشئين يقولك دايما التويست بتاع جسمك او وسطك ده مهم جدا انت اتمرن عليه كتير جدا فواضح ان الكهربا بعيد بدنيا واضح كمان انه بعيد زينان حتى كمان يعني بص هو عمل كل حاج كممكن يستنى كممكن يلف كممكن يلعبها يلف وسطه ولكن واضح ان الكهربا بعيد جدا شوف الحالة اللي بعدها كمان الكرة دي كانت سهلة جدا هنا اول ما الكرة تلعبت قطع من مودرن فيوتشر هتريجي هجمة لنادي القالي كريم نيدفيد هايسلمها على طول الكهربا بص هنا يا كريم جريته بالكرة فيها حاجة يعني واضح انه بعيد واضح انه بعيد وواضح انه محبط كرة اللي بعدها برضو نفس الكلام بص هنا برضو نفس الكلام نكمل الكرة بص يعني اتحسه مش قادر يعني كرة بشماله مش قادر فعشان كده انا يعني نفسي بس اقوله اشتغل اكتر من كده وخد مثال افشة افشة ده كان نجمل نجوم في النادي الاهلي من سنتين وبوم طخ مفيش زي افشة والجماهير كلها بتتغنب افشة حتى لو كان فيه لعيبة بتلعب احسن من افشة وبتعمل موجود اكتر من افشة وسهو كان واخد الدنيا كلها بس لما افشة دلوقتي بينزل في عشر دقايق وفي تمن دقايق وفي تسعة دقايق بيعمل فرق لغاية لما النهاردة بدأ الراجل ايه يلعبه تاني فانت اما تيجي لك الفرصة لازم ما تنساش اللعب في الاهلي عمره مكان سهل يا كريم وهسام أبو علي نفسه لو مستوى ببعى شوية نادي اللعب هجي في فرق تاني وممكن يركب عليه الاهلي اللعب فيه صعب جدا فكهربة يركز لان في الأول في الآخر الشغل ده ليه هو قبل ما يكون لأي حد اشتركوا في القناة